اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تجد الأحرار تجد الفلسطينية بنموت ومن سلم دار سمونا الفدائية ما ننكسر ما ننهار ما ننضغط تحت النار قفا قمر غفا والشوق فينا لا يناه ودموعنا في كما نشاهد استهداف مربع سكني كامل من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل المواطنين في جباليا البلد هنا نشاهد هذا المربع السكني الكامل ضمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في هذا المكان منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة لم تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المستمر على منازل المواطنين وكما سمعنا قبل ساعات من الآن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك منزلاً لعائلة صالح في وسط جباليا البلد وتم انتشال ثلاثة شهداء وإصابات من المكان كما نشاهد هذا المنزل مكون من خمس طوابق مربع سكني كامل هو تم تدميره بالفعل من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي في هذا المكان حتى هذه اللحظة جاري البحث على الشهداء أو الإصابات المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل حسب شهود عيان من المواطنين أن هذا المنزل يوجد به أكثر من عشر مواطنين في هذا المكان كما نشاهد استهداف مربع سكني كامل من قبل الطيران الحربي كما نشاهد استهداف مربع سكني كامل من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل المواطنين في جباليا البلد هنا نشاهد هذا المربع السكني الكامل ضمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي الآن. سية الحر وزي Powell والهر المدخل في Antarctica يا الله يا الله يا الله ساع vere ساعى معmont معمش عبدالله عبدالله معنش ما المانش عبدالله عبدالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة